السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام والجزء رقم 10 من الفصل الرابع هنتكلم عن السيجنيفكنت أوف ديسولوكيشن والآن بعد أن استعرضنا الأنواع المختلفة لللان ديفيكت اللي احنا سميناها الديسولوكيشن وهل هي لها ابزيرفيشن تحت الميكريسكوب الميكريسكوب الإلكتروني قدر أشوفها بعدما استعرضنا كل هذه الأمور طب تعالى ندوقتي نعمل عملية كونكولوجيا لمعنى الديسولوكيشن ماذا تعني الديسولوكيشن بالحقيقة عندي ثلاث نقاط if dislocation exit it is mean there are sleep occur so metal can be reformed need small amount of deformation force يعني لو كان عندي ديسولوكيشن بالفعل موجودة فمعنى كده ممكن يحصل انزلاك للزرات تمام طب وإذا حصل انزلاك للزرات معناها ان المثل يمكن ان تشكل بسهولة طب اذا كانت الماء المثل ممكن تشكل بسهولة معناها انها تحتاج الى small amount of deformation force أي المادة تكون قابلة للتشكيل طيب المفهوم التاني if there is no dislocation there is no sleeping and the material could not be deformed by rolling or forging طيب ماذا لو ان لا يوجد هناك dislocation معنى انه لا يوجد هناك dislocation معناها انه ما فيش sleeping اي لم تنزلق الزرات على بعضها البعض واذا لم تنزلق الزرات على بعضها البعض معنا كده ان المaterial صعب عملية تشكيله بالrolling او بالفورجننج اللي هي الحدادة او الضرفلة ولكن يوجد طرق اخرى لتشكيله زي الكاستنج يعني اصبه وصيره فهتحصل عليه طيب من خلال المفهوم الاولاني والتاني وصلنا للمفهوم التالت ايه هو اذا كنت انا عندي او انا اعرف انت المaterial تبقى سهلة في التشكيل زي الخطوة الاولانية او النقطة الاولانية طيب اذا كنت اعرف امت المaterial تبقى صعبة في التشكيل اليس من الاقدر لما اجي اعمل material اقدر اتحكم في الخاصة الميكانيكية لها نعم اقدر اتحكم في الخاصة الميكانيكية عشان كده مثلا لقينا ان المaterial هي سهلة في التشكيل لو انا اضفت لها بعض الاضافات تصبح صعبة في التشكيلة والتالي تصبح للسرنس بتاعتها عالية تمام طيب يبقى ثالث حاجة اللي هي mechanical properties can be controlled اي يمكن التحكم في الخاصة الميكانيكية من خلال التحكم فيه امكانية ان المادة تكون سهلة التشكيل او صعبة التشكيل وبالتالي الخاصة الميكانيكية بتاعتها تزيد او تقل حسب ما انا عاوز يعني يمكن ان انا اتحكم فيها ترجمة نانسي قنقر